معايز أخد رأيك في الموضوع ده إسلام إنت ومروان قبل ما نخش في التفاصيل دي موضوع منتخب مصر كنت أتكلم مبارح على فكرة إنه في قايمة هتتعاني الأيام اللي جاية وفي لعبين هيخطيروا للمنتخب ممكن لعبين يخرجوا ممكن لعبين ينضموا ممكن يتبضل النفس القوام بتاع كسام الأفريقية إحنا المفروض نعمل إيه في الوقت ده إنت قلت الدعم سمى الدعم سمى الدعم هو ده اللي إحنا المفروض نعمله يعني أنا أعتقد أي قايمة لأي منتخب في الدنيا بيحصل عليها لغط وكلام كتير ومن يوم ما كيروش جاء المنتخب مع كل قايمة بيحصل كلام كتير استبعت فلان ضم فلان طب ليه ما أخدتش كذا وجهات النظر كتيرة وكل اللي احترام له كل وجهات النظر لكن تحس إن المطشين الجايين دول مش متقبلين يعني أنا كأسنا متقبل أي اختيار للرجل عندي حالة فنية وعندي كلام فني معين للعيبة معينة ممكن تنضم للمنتخب زيادة ممكن اللعيبة يبقى عليها أدوار معينة أي أن كان الستة وعشرين اللي هو أعتقد هيخدتها وعشرين حياخدهم احنا يكون هنا في ظهر الستة وعشرين هيتم يعني بعد كده استبعاد لعيب بعينه كل اللي احترام ليه كل اللي احترام له دوره كل اللعيبة دي وإحنا في ظهرهم هو ده الهدف يا كريم دلوقتي هو قالوا فكيروش ده أنا أمارة في كاسرهم الأفريقية إنه أي لعب يشارك أي لعب ينضم هيدخل في المنظومة هيؤدي بشكل كويس فما بقاش عندنا شي الهم قوي هو يختار مين هو لما هيختار هيبقى اختار صح ممكن أنت كنت بأتكلم على مطر السيراميكروباترا وغز المحلة محمد إبراهيم كان بيبدع في المباراة المباراة خطيب بتاعه بس محمد إبراهيم كان بيعمل أداء روحة حابب اللي هو إيه من وجهة نظر اللي أنا شايفه في المباراة حلو بس الموديل الفني بيبقى شايف عدد من المباراة شايف أدوار لمحمد إبراهيم في الملعب شايف هينفع يدخل المنظومة ولا لأ أنت ممكن بيعنيك المجردة تحب لعبين وتبقى نفسك تخشهم لكن المدرب بيبص بطريقة تانية خالص وكمان يا كريم خبرات سنين طويلة سواء ما عندها أو منتخب بتديله فكرة أن أنا مش بحبه بكره أنا بحب المنتخب اللي أنا بضربه وبحب نجاحي أنا الشخصي فهتخليه دايما عنده وقعية في اختيار الأفراد هيبع عنده دايما اختيار الأفراد المناسبة للموتشين خلي بالك هي مش بطولة مجمعة هي موتشين لكن أنا عايز أرجع أنا شايف أن كل اللي إحنا فيه ده يرجع لمؤتمر محمد صلاح ما تشجعوش أفراد بعينها تشجعوش لعيبة بعينها فاكر كنا مع بعض وإنت كنت قلت أن التوقيت ده هو الأنسب أنا كنت قلقان شوية من التوقيت لأن اللعيبة ممكن تكون التصريح يأثر عليهم لكن طلع في الآخر هو أثر عليهم بس إيجابيا إيجابيا التصريح أثر عليهم بكل إيجاب تشجعوش لعيبة هنشوف لعيبة من الأهلي حيتم استبعادها حيتشوف لعيبة من الزمالية حيتم استبعادها في الآخر المهم يا جماعة في المهم أن نشوف العالم بتاع منتخب مصر راح كس العالم هو ده المهم فنشجع المنتخب وزي ما أنت قلت هنفهاش قراءة جماعة يعني إحنا أصلا موجودين وبنتكلم عشان في الآخر نشوف مصر بتاع كس العالم كل حاجة تانية هي أقل من الليفل ده فنركز على الليفل الأعلى ونفكنا شوية من الليفل البسيط صحيح كده